اشتركوا في القناة شاهدين كان هذا جانبا من المشهد العراقي اليوم اهلا بكم في الحرة ليلة انا محمد الرماوي والبداية من العراق حيث احيى المتظاهرون الذكرى السنوية الاولى لما بات يعرف في الاوساط العراقية بثورة تشرين وعاد الاف المحتجين الى ساحة التحرير ببغداد تلبية لدعوات التظاهر عبر منصات التواصل مجددين الضغط على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتلبية تعهداتها بالاصلاح ومحاربة الفساد المستشري ومحاسبة قتلة المتظاهرين من جانبه اعلن المتحدث باسم القوات العراقية يحيى رسول اصابة ثلاثين عنصرا امنيا في بغداد اليوم اثر ما وصفه بالقنابل اليدوية القاها مندسون بين المتظاهرين على القوات الامنية تم استهداف القوات الامنية على جسري السينك والجمهورية بعدد من رمانات اليدوية صنع محلي اضافة الى الملتوف اضافة الى الحجارة او مثل ما نقول احنا الطابوك وادت الى اصابات بصفوف القوات الامنية من سيحاول العبث بسلامة المتظاهرين او الاحتكاك او استهداف القوات الامنية او محاولة العبث او الحرق او التسليب للمشاءات الحكومية او التعرض الى اي بناء حكومية او مؤسسات او بناء تحتية سيلقى رد حازم وقوي رغم مرور عام على اندلاعها الا ان الثورة الشعبية غير المسبوقة التي عرفها العراق لم تخمد نيرانها بعد فسحات العديد من المدن اكتظت بالمتظاهرين الذين خرجوا بالالاف لاحياء الذكرى الاولى لحراكهم المطالب بالاصلاح ووضع حد للفساد الذي ينخر البلاد بالاضافة الى محاسبة المتورطين بقمع المحتجين وقتل قرابة ستمائة منهم يوم 25 اكتوبر 2020 صارنا سنة على دفرة انتفاضة اكتوبر بعدنا الريد وطايا بعدنا الريد يطلع الفاسدين من الحكومة وبعدنا الريد نعرف منه قتلت المتظاهرين ساحة التحرير في بغداد المعقل الرئيس للاحتجاجات شهدت منذ الساعات الاولى ليوم الاحد تدفق المحتجين وتحولت الى قرية من الخيام التي غطت اغلبها صور ضحايا انتفاضة فيما تجمع متظاهرون قرب المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان من جانبها تحاول السلطات الامنية اغلاق جميع الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء بوجه الحشود واستخدمت في العديد من المناسبات القنابل المسيلة للدموع لتفريقتها الامر الذي ادى الى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن اصيب خلالها العشرة وكانت القوات المسلحة العراقية قد دعت في وقت سابق المحتجين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد مؤكدة انها سترد بحزم وفي نطق القانون على اي استفزاز او عمليات تخريب من جهة اخرى اكد ناشطون ان عددا كبيرا من المتظاهرين من المحافظات الاخرى توجهوا منذ ساعات الصباح الاولى الى بغداد للانضمام الى المتظاهرين واكدوا ان قوات الامن تغلق المنافذ التي تربط بغداد مع المحافظات الجنوبية وكما في بغداد نزل الالاف للتظاهر في المدن الجنوبية مثل البصرة وساحة الحبوب في الناصرية التي شهدت محطات عنف وخطف عديد طالت المتظاهرين في اوقات سابقة لكنها لم تثني هؤلاء من الاصرار على حقهم في دولة عادلة مبنية على ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة بعيدة عن سطوة الاحزاب الكبرى مطالب جدد رئيس الوزراء العراقي التزامه بتحقيقها في اخر ظهور له إننا حكومة هدفها الأساسي هو التخطير لانتخابات حرة نزيها عادلة وقد حددنا من دون تردد السادس من حزيران من عام 2021 موعداً لهذه الانتخابات زخم حراك الشارع هذا هو الأول من نوعه منذ تفشي جائحة كورونا ومنذ تولي مصطفى الكاظم رئاسة الوزراء والذي توعد منذ يومه الأول بأن تكون مطالب الشارع النهج الذي تسير عليه حكومته وأي حكومة تأتي في المستقبل القريب الحديث أكثر حول المشهد في العراق في ذكرى السنوية الأولى لثورة تشرين ينضم إلينا من بغداد دكتور بشير الحجيمي الناشط المدني وكذلك من اسطنبول ينضم إلينا سيد جاسم الشمري الكاتب الصحفي أهلاً ومرحباً بضيفي الكريمين أبدأ معك دكتور بشير من بغداد ما الذي تحقق بعد عام على ثورة تشرين وهل يمكن بالفعل إحياء هذه المطالب الشعبية من جديد مساء الخير عليك وعلى الجمهور الكريم وضيوف العزاء الذي تحقق هو مزيداً من الموت مزيداً من الانتهاك لحقوق الإنسان مزيداً من التسويف لكل المطالب ومزيداً من الجعجع الإعلامي الفارغة مزيداً من بث المندسين داخل صفور التظاهرات لغراض تفتيتها هذا من جانب من جانب آخر أنه ماذا نحن نحقق كمتظاهرين يعني السؤال هذا غريب بصراحة أستاذ الفاضل إحنا شعب هذا الشعب ما نال أي شيء من حقوقه بل يزداد الأمر سوءاً يوماً بعد يوم قتل هتك سلب سلاح منفلت إلى إلى بحيث أصبح هذا الكلام معاد ومكرر طب ما الذي يجعل إذن هذه تظاهرات تستمر في الذكرى الأولى لثورة تشرين كما يقال أنا بالنسبة إلي أشوف هذه الساحات مجرد شيء رمزي الحقيقة هي ثورة في داخل النفس العراقية في داخل وجدان الإنسان العراقي أحنا أشبه بمعتقلين أمام قرار إعدام حتمي لا بد أن ننتفق نحن لسنا بعبيد شعب حر يريد حريته ويريد استرداد وطن ولم يحصل على شيء سوى وعود جديدة لم تحقق ولن تحقق حسب وجهة نظرنا إضافة إلى انتهاكات بطرق جديدة يعني اليوم مثلا موضوع العلاوي مية بالمية احنا شفناهم مندسين بلغنا عليهم يطلع السيد المتحدث باسم الحكومة يقول وجود مندسين يا أخي احنا نقول لك ذولا مندسين من عندك اخبض عليهم مثلا تحت جسر باب المعظم ينزل المتظاهر يلقي عصابات تسرق من عند الموبايل يركض وراهم فجأة يختطف البصرة اليوم البصرة فيها مجزرة يعني أنا أريد من مراسلكم الكريم في البصرة أن يذكر عدد الشهداء ولماذا لحد الساعة ساحات البصرة جميعها مطوقة الوضع يزاد مأساة باتجاه الشعب ليس فقط الساحات نعم سنحوال بالتأكيد الوقوف على كل هذه التفاصيل سيد جاسم من اسطنبول هل تتفق مع الدكتور بشير بأن ما تحقق من هذا الحراك الشعبي حتى الآن هو مزيد من القتل إحكام القبضة الأمنية على الشعب العراقي وزيادة هذا الاحتقان حتى من طرف ما وصف بالمندسين إصابات في القوات الأمنية وكذلك بين المحتجين ما رأيك بهذا المشهد اليوم؟ نعم شكرا لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم أهلا بك ولمتابعيكم الكرام نحن اليوم بعد قرابة عام من مظاهرات انطلقت في تشرين 2019 وربما قرابة ستة أشهر من مجيء سيد الكاظمي لرئاسة الحكومة مع وعود كبيرة على اعتبار أن الكاظمي هو جزء من مرحلة التغيير بأثر المظاهرات التشرينية الماضية وبالتالي اليوم نحن أمام حالة اللاتغيير أو أمام حالة حكومة الوعود أو حكومة التخدير يعني لو فرضنا حينما نتابع ما جرى في العراق منذ مجيء السيد الكاظمي رأينا أن حكومة عادل عبد المهدي المتهمة بقتل المئات من المتظاهرين رأينا أنه بعد 48 ساعة من مجيء السيد الكاظمي تم إحالتهم إلى التقاعد برواتب ضخمة مع وجود أزمة مالية كبيرة في العراق ولم نشهد خلال هذه الفترة يعني خلال ستة أشهر أي تحقيق لا مع رئيس وزراء باعتباره قادة عامل قوات المسلحة سيد عادل عبد المهدي ولا مع وزير الدفاع ولا مع وزير الداخلية على اعتبار أنهم مسؤولون عن قتل أكثر من 800 متظاهر في العراق هذا الأمر غريب جدا ثم بعد ذلك رأينا أن الميليشيات الولائية أو الفصائل الولائية كانت في وضع تتعامل مع العراق في حالة لا دولة كانت تضرب السفارات الأجنبية ورأينا الكثير من حوادث الاختطاف ومقتل هشام الهاشمي وكذلك اختطاف العشرات من الناشطين وآخرها حادثتي الرضوانية التي قتلت عائلة كاملة ثم حادثة الفرحاتية في صلاح الدين التي نفذت على يد الميليشيات الولائية وهذا يعني أن حكومة الكاظمي هي حكومة غير قادرة على ضبط المشهد الأمني والسياسي في العراق الكاظمي سيد جاسم حكومة الكاظمي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صرح قبل أيام في حوار مع صحيفة الجاردين البريطانية بأنه يرقص بشكل يومي مع الثعابين وهو يحتاج إلى مزمار خاص كما قال برأيك من هي الثعابين التي يرقص معها الكاظمي بشكل يومي كما قال يعني تعلم جنابك أننا نتحدث عن قوى غاربية القوى الموجودة في المشهد السياسي العراقي هي قوى أمنية عسكرية وسياسية في ذات الوقت يعني لديها قدم في البرلمان ولديها قدم في الميدان العسكري وبالتالي لا يمكن لا للكاظمي ولا لغيره إن لم يكن حازما أن يضبط المشهد الأمني في العراق أنا سأقول لك معلومة مهمة من داخل منطقة الخضراء أن الكاظمي هو رئيس الوزراء العراق الوحيد الذي يوقف دبابات ومدرعات أمام منزله داخل منطقة الخضراء خوفا من فصال الولائية أن تنقلب عليه وهذا الأمر مخيف جدا ويعني أن الكاظمي حتى غير آمن على نفسه وبالتالي نحن أمام رئيس وزراء لا يمكن أن يضبط منزله الخاص فكيف يمكن أن يضبط عموم المشهد الأمن والسياسي في العراق؟ طيب هنا نأخذ رأيي الدكتور بشير بهذه النقطة تحديدا برأيك من هي الثعابين التي يرقص على رؤوسها الكاظمي كل يوم كما قال الله عذرا للإجابة لأنه بصراحة نحن نرى أن الثعبان الأكبر هو صاحب التصريح أمام هذه الوعود هو ماذا قدم لنا ولكن إذا سمحت لي هنا دكتور بشير يعني هناك مساعي واضحة من الكاظمي لتحجيم الميليشيات التابعة لإيران في العراق حتى وقوفه مع مطالب المحتجين والحراك الشعبي ألا يحسب هذا بشكل واضح للكاظمي؟ إطلاقاً يا سيدي نحن نرى أن الكاظمي هو المراوغ الأكبر هو لم يحقق شيء هو يهتم فقط في الجعجع الإعلامية إضافة إلى أنه كان هناك ثعابين ونحن أيضاً نقول هناك ثعابين هل الثعابين لوضع العراق هذا المتدور تحتاج إلى مزمار أم إلى سيف لقطع الرؤوس؟ قلناها ونقولها نحن لا نحتاج هكذا تصريحات أمام شعب يسحق كل يوم وتعقيباً على ما قاله الضيف بخصوص الحكومة السابقة التي ثبتت عليها أوامر القتل السابقة هو لم يعطيهم رواتب يا سيدي هو سعر تسعيرة رأس الشهيد بمائة وأربعة وثمانون مليون دينار عراقي حيث أعطاهم مليار وثمانمائة وأربعين مليون وعدد الشهداء ألف إذن هو أعطى إكرامية عن قتل كل شعب عراقي لهؤلاء القتل بما يعادل مائة وأربعة وثمانين مليون وإلا ماذا تسمي هذه المكافآت وهي اسمها مكافأة نهاية خدمة خدمتهم كانت لقتلنا هذه مأساة وأنا أقول ومرة أخرى أقول أن الكاظمي فقد كل صلاحياته وإرادته سوى التصريحات الإعلامية منذ البداية قلنا له التفت إلى شعبك حل مشاكلك حل أزمتك الاقتصادية هو أراد أن يرضي الكتل وأراد أن يرضي كل الأطراف وهذا لا يمكن تحقيقها لأن الأطراف نفسها مختلفة فيما بينها ثم أنت جئت بفعل الثورة يجب أن تذهب إلى الثورة إن كنت مؤمنا أنها ثورة الشعب وإلا أنت الآن تقمعها بطرق أبشع من الطرق السابقة أنت تفتتها بطريقة مخابراتية المندسون هم من أتباعك والمستشاري المدينة وجهوا توجيهات معينة في وجه هذه الحملة الأمنية إذا جاز التعبير ضد الناشطين والمتظاهرين وحتى محاولات وحدثت اغتيالات وتضييق على الناشطين وعائلاتهم في ظل أزمة اقتصادية يرزح تحتها العراق اليوم ولا نخفي أزمة كورونا والأزمة الصحية أيضا كذلك المستشرية في المنطقة كيف يجعل كل هذا التحدي أمام الحراك للمضي قدما في حراكه حتى تحقيق مطالبه هو ليس حراك بواقع الحال هو شعب انتفر سميها في الثورة حراكا يعني انتفاضة شعبية إذا شئت نعم نعم يسحق كل يوم ولا يحصل على آية النتيجة ماذا تنتظر مثال لنعلن اليوم أننا سنوقف كل حراكات ماذا يعني هذا أن الشعب يموت وأنت تطرقت على كورونا نحن الشعب الوحيد وصلنا إلى مناعة القطيع ولا يزال الموت يهتك بنا ولا أحد يستجيب ولا أحد يستجيب من الجهد الحكومي وكأننا مشروع موت دائب يا أما تموت بالجوع أو السحق أو التهميش أو القتل أو القنص أو أو ما هذا ما الذي يجري خذ الكرة الأرضية كلها إن وجدت بلدا كالعراق تعال عاتبني نحن نصحق يا أخي كشعب نصحق بدأنا نتحسر على دول ما احترامات لها الصومال وغير الصومال دول عربية وأقليمية محيطة كانت لحد فترة تتمنى أن تتمشى في شارع الرشيد أين مغداد أين العراق أين المزارع أين المياه أين الكهرباء أين الخدمات ومع هذا فقط شيء واحد تصدره لنا الطبق السياسي الموت الدائم الموت الدائم إلى متى يعني موضوع موضوع كبير موضوع بلد ينتهي سيد جاسم الشمري ما رأيك بما تفضل به الدكتور بشير هل وصل الحال في العراق إلى حيث وصف الدكتور بشير أم أن هناك أمل في حكومة الكاظمي ربما في استنهاض هذه المطالب والعمل عليها وإنقاذ البلاد ما رأيكم بذلك يعني أنا أعتقد أن الحالة الإدارية أموم الحالة الإدارية في العراق هي حالة مزرية نحن نتحدث عن الدولة تريد اليوم اقتراض داخلي من أجل تهمير رواتب الموظفين نحن نتحدث عن دولة غنية ولا نتحدث عن دولة فقيرة اليوم العراق لا يمكن أن يمسدد رواتب الموظفين يعني الشعب العراقي وأزماته الاقتصادية والمعيشية سيد جاسم العراقيون عرفوا بأنهم من الشعوب الصابرة يعني تعلم جنابك أن منذ مرحلة التسعينيات وحتى اليوم هناك حصار دولي ثم مراحل قاسية كانت مرت علي عراق وبالتالي كرامة العراقيين ربما تمنعهم من بيان هذا الأمر نحن نتحدث عن أكثر من 30% من عموم العراقيين هم تحت خط الفقر وربما مثلهم قريبون من خط الفقر وعليه أنا أقول أن الدولة التي نهبت فيها أكثر من ألف مليار دولار أين ذهبت هذه الألف مليار دولار؟ من الذي سرقها؟ هل سرقها المواطن الضعيف؟ تعلم جنابك أن اليوم هناك مسؤول كبير في الدولة العراقية ربما هو واحد من خمسة كبار مسؤولين في الدولة العراقية وأنا أتحدث هنا عن معلومة لا يوقع على عقد في مدينته إلا أن يأخذ نقدا 20% من العقد وبالتالي حتى الآن تستمر عمليات الفساد المالي والإدارة في العراق إذن نحن لا يمكن أن نصلح الحال عبر السيد الكاظمي نحن يمكن أن نغير مجمل الحال العراقية عبر ثورة شعبية عراقية سلمية بعيدا عن القتل والإرهاب وأن تكون هناك عملية سياسية خالية من القتل والمجرمين والفاسدين بخلاف ذلك لا يمكن لا للسيد الكاظمي ولا لغيره من نتاج عملية سياسية أن يقودوا البلاد إلى الضفة الآمنة إذن هؤلاء ليسوا جزءا من الحل وإنما هم جزء من المشكلة وبالتالي ينبغي غربلة المشهد العراقي ثم بعد ذلك الذهاب إلى مرحلة الانتخابات بإشراف دولي بعيدا كما قلنا عن القتل والمجرمين ربما حينها سينطلق القطار العراقي نحو المحطة الآمنة الكثير حقيقة من المحاور تستحق النقاش في هذا الملف ولكن هذا كل ما سمح بي الوقت سيد جاسم الشمال المكاتب سريعا لو تكرمت لأن الوقت قد أدركنا أبلغني مجموعة كبيرة من الظاهرين بمناشدة المرجعية الشريفة كون العراق على أبواب السحق والحرق يجب أن تأخذ دورا آخر في هذا الموضوع شكرا جزيلا وشكرا لك دكتور بشير الحجيمي الناشط المدني من بغداد ومن اسطنبول كذلك جاسم الشمالي شكرا لكم